التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين لمناقشة عدد من الملفات التي تصل بالعلاقات الثنائية فضلا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب بحث سبول تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المخلية وذلك في ساحة التدريب ببيت الحراس العسكري في العاصمة الصربية بلغراد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التدعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة وخلال اجتماع لمتابعة برنامج الطرحات الحكومية في البرصة أكد مدبولي أن الحكومة تهدف لاتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل البرنامج وتنفيذ وثقة ملكية الدولة مشيرا إلى ما تليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البرصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها وتحسين بيئة تداول وخلال الاجتماع تم عرض دور صندوق مصر السيادي لتنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل فيه طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البرصة المصرية أكد الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي بعد اجتماعه مع كبار القادة أن جيش بلاده لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جاسيمة بروسيا وأضف زيلنسكي أن اجتماعه مع القادة ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة مضيفا أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس وأشار زيلنسكي إلى أن قوات بلاده لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية قالت وزارة الخارجية الروسية أن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو غير شرعية وسيكون لها عواقب وخيمة على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمية وأضفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخروفا أن الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود وكان الدبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية بأوكرانيا شملت خضر استيراد الذهب من روسيا وتجميد وصول أكبر بنك في البلاد سبير بانك رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب الذي سيوقع اليوم وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس إن بلاده ترحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ ولكن ما يهمها هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية وأوضح برايس أنه تم اتلاع واشنطن على تفاصيل الاتفاق ويهدف الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه منذ أكثر من شهرين إلى إخراج نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الأزمة عبر البخري الأسود أما رياضيا فتوجد زمالك ببطولة كأس نصر لموسم 2020-2021 بعد فوزيه على الأهل بهدفين مقابل هدف المباراة النهائية التي جمعتهما على الساد القاهرة الدولية وسجل ثنائية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة السادسة وإمام عشور عند الدقيقة الحادية والثلاثين بينما جاء هدف الأهل الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة الخمسة والخمسين وبهذا الفوز رفع زمالك رصيده في سجل المتواجين باللقب إلى ثمانية وعشرين لقبا خلف الأهل متصدر القائمة برصيد سبعة وثلاثين لقبا نهاية منغزة التساعة هنرقع دلوقتي المصطفى وجمعان عشان يكملوا باية فقرة صباح الخير يا مصر إليك يا جمعان ترجمة نانسي قنقر